يا سادة احنا المعايير التلاتة لما اخدناها اخدناها لان دا اللي نطع به حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اخدنا المعايير دي لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا ان احنا نستثمر البدايات وخلي بالكم احنا سميناها استثمار البدايات مأخوذة من عين كلام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حضرة النبي اللي ربط ما بين البدايات وما بين الاستثمار فاكرين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت تأتي أوائل السمار فإن اللي حصل الركز بقى فلما كانت تأتي أوائل السمار كان يضاع على فمه ويضاع على عينه كما في رواية ابن عساك يضاع على فمه ليه عشان هو شايف فيها نور فأراد أن يستثمر النور وكأنها لأنها حديثة عهد بربها كأنه يملأ حياته بالنور الحديثة عهد بربه لأن حضرت النبي طول الوقت مشتاق حتى لو كان في عين القرب من الله هو مشتاق إلى كل حاجة حديثة عهد بربها فكان يستثمره يعني يأخذ منها النور وفي نفس الوقت يعمل ايه يضاع على عيني عشان يأخذ منها البصيرة وعلمنا هذه السنة أي حاجة جديدة يا سادة فيها حاجتين أي حاجة حتى ولو مكررة هي حلوة حلوتها لازم توصل لقلبك لأن حضرت النبي لما كان بيضاع على فمه كان يضاع وهو مليء بالتقوى واليقين أن هي فيها مدد مش لازم المدد اللي تشوفه تمسكه بأيديك لكن المدد تمسكه بقلبك مدد الله معك على الدوام كل الناس اللي ابتدوا حاجات صغيرة كانوا ما كانوا الشايفين حاجة حسية تقول لهم أنهما عندهم حاجات كتيرة لكن المشيهم هو اليقين من أن الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون حتى اللي أنتم متيقنين به حتى اللي أنتم هتحسن وظنكم به مقسم لكم وهو موجود واتخفش ومدد الله عنك لا ينقطع يبقى ده كان أول شيء حضرت النبي علمنا الاستثمار إزاي في هذا الحديث كان يعطي هذه الثمرة لأصغر طفل في المجلس ليه؟ عشان يستثمر في المستقبل الطفل ده رمز المستقبل فكان يضع الثمرة عند أصغر طفل عشان تستمر للمستقبل يبقى حضرت النبي هو اللي علمنا الاستثمار هذه الثمار فعمل إيه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعطاه عشان تستمر في المستقبل وإن اللي حاصل؟ ويقول كده إنها حديثة عهد بربها حديثة عهد بربها فيعلمنا أي شيء حديثة عهد بربه مليان اكتبه وقع مليان إيه؟ أول حاجة مليان مدد ونزاك تلاقي نفسك في أول الأشياء زي أول السنة كده نشيط وعندك همه أول حاجة مليان مدد تاني حاجة مليان بركة يعني إيه بركة؟ يعني البركة إن الحاجة وإيه الرقامة كان قليل لكن فيها بركة يعني فيها زيادة وإن كان الرقم قليل يبقى وده نجيبه منين؟ من قوله صلى الله عليه وسلم الله مبارك لأمتي في بكورها يعني كل حاجة جاية بدري حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة فيها فالحاجة وهي جاية لنا لسه مليانة بالبركة ومعنى أنه مليانة بالبركة يعني إيه؟ حاول تستثمر هذه البركة يعني إيه؟ خلي أحلامك كبيرة عندي كده حكمة بحبها قوي قوي إن الإنسان العاقل هو اللي بيستثمر هذه البركة ولذلك كنت دايماً أقول حكمة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحلم أحلاماً كبيرة إذا كنت بتؤمن بالله واليوم الآخر احلم أحلام كبيرة ليه تحلم أحلام كبيرة؟ عشان أحلام كبيرة تجيلك بالمدد وتجيلك بالسعة الحاجة التالتة إن في البدايات كمان فيه سعة في إيه؟ زي ما قلنا سعة في المدد ولذلك تلاقي الناس نشيطة ولذلك بعد ما منصلي الفجر نجد نشاط ليه؟ البدرية والبكور في مدد وتاني حاجة تجيك كمان إيه؟ البركة في زيادة قادر وقادر تمشي وقادر تفكر وقادر تخطط أنا أشهد إن أفضل وقت أنا تصنيفي مع الناس إن أنا ما أصنع أفكار مبتكر للأفكار أفضل وقت عندي عشان أطلع أفكار أول مصح ليه؟ أنا عقلي لسه صابح اللهم بك أصبحنا آه أنا لسه عقلي صابح بمدد الله يبقى عندنا مدد وبركة وإيه تاني؟ وبصيرة ونظر ولذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له أولي الثمر يضاعه على عين تجد في الصباح في بصيرة ولذلك أدن نفسك فرصة أن أنت في الصبح تبص الأدام أسوأ حاجة ممكن تعملها أن أول ما تصحى تبص الورا ودوة اللي حضرت النبي قال عليه خبيث النفس كسلان لما حدش يصلي صلاة الفجر يصحى خبيث النفس كسلان ليه؟ هيبص على وراء الحاجة الرابعة والأخيرة اللي أنا احنا عندنا عشرين حاجة بتكون في البدايات بس أنا مختار لكم الأربع حاجات دي مدد بركة بصيرة ايه تاني؟ حب للحياة تجد حاجة غريبة جدا جدا وإنت في البدايات عندك حب للحياة حب تعمل دا وتعمل دا وتعمل دا حب إن حياتك تبقى تتغير حب حياتك تتجمل كمان اشتركوا في القناة